المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملف هذه الليلة جبهة النصرة توسع سيطرتها شمال سوريا على حساب المجموعات المسلحة فهل ينجح الجولاني في التفرد بالقرار السياسي للمجموعات المسلحة العملية العسكرية لجبهة النصرة شمال سوريا تحرج أنقرة فكيف ستتصرف القوات التركية في مواجهة التنظيم المصنف أمميا بالإرهاب العودة العربية الكاملة إلى سوريا تبحث عن سبيل يخفف إحراجها فهل يتقرر عودة دمشق لجامعة الدول العربية قبل القمة الاقتصادية في بيروت خطوة مفاجئة أقدم عليها زعيم جبهة النصرة الإرهابية محمد الجولاني فالأخبار الواردة من الشمال السوري كانت تتصدرها أطراف ثلاثة تركيا المهددة بعملية عسكرية ضد الكرد والأمريكيون عبر قرارهم سحب القوات نحو العراق والكرد عبر التنسيق مع دمشق للنجاة من الخطر التركي فما هي أهداف جبهة النصرة لاختراق كل هذه الأحداث عبر هجومها العسكري على حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي وإنهاء وجودها هناك هل يحاول الجولان يتفرد بالقرار السياسي للمسلحين في الشمال وكيف ستتصرف تركيا وهي المطلوب منها محاربة الإرهابيين كدولة ضامنة هذا الموضوع سيكون محور النقاش في الجزء الأول من المسائية والتي نناقش فيها أيضا ما تحصده سوريا من نتائج الصمود والانتصار في الحرب عليها النصر الميداني الذي ينعكس في الكسب السياسي عبر التسارع عودة العرب إلى سوريا يجد له مخرجا لبعض الدول المخرجة في العودة فمعلومات الميادين تشير إلى توجه لدى مجلس المندوبين في جامعة الدول العربية إلى إعلان عودة قريبة لدمشق إلى الجامعة تمهيدا لإعادة العلاقات الدبلوماسية معها فدى مراسل الميادين بأن الطائرات الحربية السورية أغارت على مواقع لمسلحي جبهة النصرى في ريف حلب الغربي وذلك بعد أن سيطرت الجبهة على تلك المنطقة بعد معارك عنيفة مع مسلحين نور الدين الزنكي الذين انسحبوا إلى عفرين سيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي أخرجت تركيا وفرضت عليها التحرك عبر المسلحين المدعومين منها لمواجهته وفي المقابل فتحت الطريق لروسيا والجيش السوري لاستعادة تلك المساحات إلى سيطرة الدولة هذا تقرير لمحمد الخضر ريف حلب الغربي تحت سيطرة هيئة تحرير الشام تطور ميداني يبعثر مشهدا دام سنوات سيطرت خلاله حركة نور الدين الزنكي على دارة عزة وعنجارة وكفرناها وتل الشيخ بركات الجولاني يوجه صفعة مدوية لتركيا الموكلة وفق الاتفاق سوتي الموقع مع روسيا الاتحادية بحل عقدة التنظيمات المتطرفة والعمل على فتح طريق ام اربعة من اللاذقية إلى حلب عبر ادلب وام خمسة من حماء إلى حلب عبر ريف ادلب الشرقي لم تنفذ تركيا ايا من تلك التعاهدات بل على العكس تماما مر عام 2018 ولم يفتح الطريقان وجاء العام الجديد على وقع سيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي بدلا من انهائها سيطرة انهت خلالها الهيئة حركة الزنكي لتضاف إلى اكثر من عشرة فصائل دمرتها او ابتلعتها جبهة النصر التي تحولت لاحقا الى هيئة تحرير الشام مسلحو الجولاني باتوا على خطوط التماسي مع مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا مباشرة على اطراف عفرين ويحيطون باربع نقاط تركية في ريف حلب الشمالي الغربي واقع يحرج الاتراك امام موسكو ويفرض عليهم تحركا جديا للجم اندفاعة الهيئة والاهم انه يفتح الباب واسعا لروسيا والجيش السوري وحلفائهم للقيام بالمهمة بعد فشل تركيا بالالتزام بما تعاهدت به لم يهاجم الجولاني ريف حلب الغربية عبثا راهن وكبار شرعيه على حركة استباقية توسع حضور الهيئة وتجعلها صاحبة القرار الاساسي في بحث اي حسم لمصير الشمال السوري رهان ينطلق اساسا من توافقات دولية واقليمية للقضاء على الهيئة بعد اقتراب طي ملف داعش قفزة بدلت على الارض رايات السيطرة لكنها في المقابل ستفتح الطريقة واسعا لانهاء عقدة ادلب المتمثلة بهيئة تحرير الشام فضح تمدد هيئة تحرير الشام تكتيكات تركيا ومحاولتها شراء الوقت في ملف ادلبة ومحيطها تمدد يفرض تحركا تركيا وربما بضغط روسيا للبدء بانهاء ملف المجموعات التكفيرية في تلك المنطقة محمد الخضر دمشق الميادين لمناقشة ملف المسائية من العاصمة الايرانية طهران منسق شبكة امان للبحوث والدراسات الاستراتيجية استاذ انيس النقاش معنا ايضا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية الاستاذ ايمان سامير ينضم الينا ايضا من اسطنبول بعد لحظات الاستاذ محمد زهدقل الكاتب والباحث السياسي ابدأ معك استاذ انيس النقاش من تفسيراتك لما يجري في الشمال السوري تحديدا ادلب والارياف الشمالية تحية لك بداية والمشاهدين والضيوفك الكرام يمكن ان نسمي ما يجري في شمال سوريا وفي ادلب الان هو بداية معركة استعادة سلطة الدولة السورية على هذه المنطقة قد يستغرب البعض لان الجيش العربي السوري لم يتقدم بعد ولا القوات الروسية بدأت عملية هجوم ولكن السيناريو كما اقرأه هو بداية استعادة هذه السيادة لان ما يجري اليوم هو تصفي لكافة المنظمات القريبة جدا من تركيا والتي من المفروض انها تكون تحت رعايتها والنصرة تصفيها واحدة والاخرى وتأخذ منها مواقعها ونشاهد على ان الاتراك لا يحركون ساكنا فقط المعلومات تقول ان الكوادر العليا الكبيرة عندما تكون في مأزق وهي التابعة مباشرة للاجهزة التركية يتصحب من المعركة للحفاظ على حياتها ولكن المجموعات والافراد يتركون لمصيرهم ما اذا سيتكشف هذا السيناريو سيتكشف عن سيطرة لجبهة النصرة عن اكثرية المواقع والقرى والبلدات في محافظة ادلب وهذه المنظمة كما تفضلتم في المقدمة مصنفة ارهابية على المستوى الدولي وحتى على المستوى التركية التي لا تستطيع ان تتجاوز القرار الدولي فعندها يصبح السيناريو التالي ان المنطقة لم تعد بيد لا معارضة ولا قوات يعني مسلحة معتدلة ولا جبهة وطنية ولا زنكي ولا غيره فقط وفقط المصرة التي هي جزء من القاعدة الدولية وبالتالي يصبح قرار تصفيتها مشروع دوليا واقليميا وحتى تركيا طيب ما جرى هنا السؤال أستاذ أنيس قبل أن تكمل ما يجري حاليا بتقديرك هو كان مفاجئة يعني بمعنى أنه نتيجة تطورات تم الحديث عنها التفصيلية بين الفصائل اختطاف خمسة وحاجز هون وإلى آخرين أم هي لا هي مدفوعة لتحقيق أهداف وبالتالي ما يجري حاليا هو يعني كان معد له مسبقا إذا جاهز التعبير أن أقول ذلك استاذ كمال منذ أن دخلت تركيا سيناريو أستانا وسوتيشي وتفاهمت مع إيران وروسيا على الحل في سوريا كان هو القرار استراتيجي بتصفية الحالة المسلحة والاتجاه إلى العمل السياسي ولكن هذا لا يتم بدفعة واحدة ولا يتم بقرار أنه يا شباب يلا ضبوا هالغراض انتهى الموضوع بده يتم بتكتيكات وأنا أسمي التكتيكات على المراحل التالية منذ أن بدأ إخراج المسلحين من كافة المناطق السورية بالحافلات الخضراء إلى شمال سوريا كان هذا جزء من تصفية الحالة المسلحة وليس دعما للحالة المسلحة يعني تجميعهم في شمال سوريا في إدلب بالذات من أجل إيجاد حل جماعي لهم وأنا قلت أكثر من مرة الحل الجماعي لن يأتي بقرار مثل ما سبق وقلت أنه ضبوا أسلحتكم لقد انتهى المشروع سيدخلوهم بمعارك فيما بينهم من أجل تصفية بعضهم البعض وعندما لا يبقى منهم إلا المصنف إرهابيا وقاتلا لرفاقه ولمجموعات أخرى وإلى آخره يصبح القضاء عليه مشروع سياسي حتى للرئيس أردوغان الذي كان دائما أساسيا سبحني أخذ أستاذ أنيس رأيي وبالتالي نعم هو سيناريو مدروس ومعصف ومعصف بين كافة هذه الدول ومعاد وسينتهي بنهاية الحالة المسلحة أستاذ أيمان سمير أخذ رأيك طبعا بتقديراتك للوضع في الشمال لكن ما طرحه الأساذ أنيس حول احتمال تدخل الجيش السوري هذه الاحتمالات منسوبها يرتفع خاصة أنه خلال 24 ساعة الماضية كان هناك غارات للجيش السوري الطيران السوري على مواقع لم تشهد غارات خلال الفترة الماضية خاصة بعد اتفاق سوتي لكن بالمقابل فإن احتمالات تدخل تركيا أيضا منسوبها يرتفع والأتراك يلمحون بأنهم يمكن أن يتدخلوا عسكريا ومباشرة هل سنرى نوع من التسابق على إدلب وريفها ورياف حماة وحلب كما يجري حاليا شرق الفرات يعني أولا مساء الخير عليك أستاذ كمانو على ضيوفك الكرام على كل سادة المشاهدين الحالة السورية منذ بدايتها في مارس 2011 وحتى الآن يمكن أن نطلق عليها عنوان مهم استطاع الجيش العرب السوري واستطاعت الدولة السورية والشعب السوري أن يحول التحديات إلى فرص دائما ما كانت كل التحديات والظروف الصعبة حولها الشعب السوري إلى فرصة إدلب تشكل معضلة حقيقية منذ فترة طويلة جدا وأنا لا أسق في أي كلام تركي تركيا تقول أنها ستصفي الجماعات الإرهابية وما إلى ذلك والمصنفة الإرهابية لكن كنت دائما أنظر إلى تركيا باعتبارها ترى في هؤلاء ورقة يمكن أن تساوم بها الحكومة السورية يمكن أن تساوم بها روسيا يمكن أن تساوم بها إيران أنا في اعتقادي تركيا وصلت إلى نهاية الطريق وإلى الخطوة الأخيرة عليها أن تتخذ قرارا أصبحت كل خطواتها وكل أفعالها مكشوفة للجميع هي لا تحارب الإرهاب بل تدعم الإرهاب هي من أدخلت كل هذه المجموعات المسلحة والإرهابية إلى سوريا وسمحت لهم بالحصول على السلاح والدعم وعلاج الجرحة وما إلى ذلك الآن هي أصبحت مكشوفة أمام العالم إما أن تحارب جبهة النصرة وتحافظ على مواقع المجموعات المسلحة التي ارتزقت العمل لتركيا خلال الفترة الماضية أو تكشف بشكل واضح وصريح أنها تتعامل مع النصرة أنا في اعتقادي لن تتدخل تركيا بشكل حاسم ضد جبهة النصرة في الفترة القادمة هي سوف تحاول تكسب بعض الوقت ربما تترك هذه المهمة نوعا ما تقوم بها روسيا والحكومة السورية والجيش العرب السوري وفي اعتقاده هنا تتحول يعني تستبع التدخل تركيا عسكريا مباشرا في الشمال عسكريا وبشكل مباشر جبهة النصرة مصنفة إرهابيا من حق الشعب السوري والجيش العرب السوري من نحية الأخلاقية والقانونية والسياسية تبقى للقانون الدولي أن يتدخل الآن بشكل عسكري وبشكل مباشر لتصفية جبهة النصرة وإعادة هذه الأراضي بشكل كامل إلى حضن الدولة السورية لكن المؤشرات أستاذ أيمن في الساعات الماضية حصلت اشتباكات مباشرة بين قوات ما تسمى درع الفرات وغير هذه التنظيمات المسلحة درع الفرات تشكيلات تابعة مباشرة لتركيا وإن كانت محليا وتقاتل من أجل تركيا الأكراد وقاتلت في جرابلس وفي أكثر من مكان وبالتالي قادة هذه المجموعات يقولون سندخل الحرب لوقف تقدم جبهة النصرة ألا يعكس هذا مدخلا لتركيا للتدخل المباشر؟ بالتأكيد هذا قد يكون أحد السنريوهات لكن أنا في اعتقادي تركيا غير منشاغل على الإطلاق بمحاربة جبهة النصرة تركيا لها هدف واحد أو هدفين الهدف الأول هو محاربة الأكراد ومنع قيام دويلة كما تقول على حدودها الجنوبية الأمر الآخر هو تتريك الجزء الشمالي في سوريا وهذه قضية في غاية الأهمية كل المعلومات القادمة من شمال سوريا تقول أن تركيا تحاول أن تترك كل شيء الأسماء الشوارع، أسماء الجامعات حتى أسماء الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تفرض أسماء تركية على المواليد الجدد هذه معلومات موصقة ونشرتها حتى وسائل الإعلام الغربية التي لها هوى تركي وبالتالي ليس من مشروع تركيا وليس من مشروع أردوغان وليس من مشروع جماعة الإخوان المسلمين محاربة النصرة والقاعدة في شمال سوريا حتى لو التهمت بعض الفرق والمجموعات المسلحة التي تعمل مع تركيا تركيا تعلم أن هذه المجموعات جماعات مرتزقة هذه جماعات وظيفية يتم توظيفها لتحقيق الأهداف التركية نعم تخزلت أو انتهت هذه الجماعة من هذا الدور ويمكن أن تقوم بها مجموعات أخرى ما زالت متبقية في مناطق أخرى لكن أنا في اعتقادي تركيا لن تلقي بكل ثقالها في هذه المعركة لأنها لا تراها أنها هي معركتها لكن ربما تروج حتى للحكومة السورية تروج لروسيا بأن التدخل من جانبهم متاح في مناطق النصرة وبالتالي تقوم سوريا والجيش العربي السوري ومعهم روسيا بالعمل الذي كان يفترض على تركيا أن تقوم به وهو التخلص من المجموعات الظلمية والمتطرفة وقفحة النصرة أنا لم أصدق يوم أن تركيا تعمل ذلك والأيام القادمة في اعتقاد سوف تؤكد أن تركيا دخلت فقط شمال سوريا لاحتلال الأراضي وللقضاء على مشروع الأكراد دون أن تحرك بندقية واحدة أو رصاصة واحدة تجاه الجماعات الظلمية والمتطرفة طيب اسمح لي أنتقل إلى تهران أستاذ أنيس النقاش هذه المجموعات المدعومة من تركيا ما هو السبب أن أنهارق بهذا الشكل السريع أمام جبهة النصرة التي يبدو أن لم يعد لديها داعمين بناء على ما نراه في الأقليم من تحولات لدى دول كانت تدعم المسلحين في الشمال السوري عن طريق بعض المشايخ والمؤسسات وإلى آخره لكن التحولات التي تجري في المنطقة العربية تؤشر إلى أن لم يعد لجبهة النصرة داعمين حاليا وبالتالي كيف استطاعت أن تبتلع فصائل مدعومة مباشرة من تركيا وربما من الولايات المتحدة على الاعتبار أن هذه هي الفصائل المعتدلة التي يقفون خلف موقفها أو يدافعون عنها لا هناك مسألتين أولا مسألة معنوية النصرة تعرف على أنها ليس لها مكان لا بأستانة ولا بالمفاوضات السياسية وهي أصلا لا تريد أن تدخل بهذه المواضيع وبالتالي ليس أمام خيار إلا القتال وتصنيفها بإرهاب يجبر على أن تأخذ هذا القرار المتطرف المجموعات الأخرى فقدت أملها بإسقاط الدولة السورية فقدت أملها بأن تلعب دور أساسي لم يعد هناك من يمثلها فعلا بعملية المفاوضات أصبحت تعرف على أنها تكسب الوقت من أجل إيجاد حل بينها وبين الدولة السورية وإيجاد موقع لها وهذا يضعف من ناحية المعنوية قدرتها على القتال والصمود هذا بالمعنويات القول أن تركيا وأطراف عديدة تدعم هذه المجموعات الغير متطرفة أنا أؤكد لك أن في هذه المعركة لن يدعموهم حتى تركيا لن تدعموهم حتى درع الفرات عندما سوزج بها بمعركة ضد النصرة لن تكون تركيا بكافة قواتها خلف درع الفرات لكي تنتصر على النصرة لأنه ليس المطلوب انتصار طرف على طرف مطلوب تصفية الحالة المسلحة وأدعافها من أجل إن هذا أو هذا ما التزمت فيها تركيا لا أخفي سرا على أن هذا ما تقوله لروسيا وهذا ما تقوله لإيران وهذا دورها في الشمال السوري الآن لا تأتي للمجموعات وتقول أنا أتخذ قرار بتصفيتكم ولكن هذا ما يمارس على الأرض وليعيد ذكر المشاهد في تجربة أفغانستان لذلك ندلل على أن ما نقوله ليس من الخيال أمريكا والسعودية ودول عربية كانت تدعم كافة ما كانوا يسمى مجاهدين في ذلك الوقت وعندما انسحب السوفيت أصبح المجاهدون أطراف لهم أهداف متعددة بعضهم خطر جدا على أمريكا وإسرائيل وعلى رأسهم عبدالله عزام الذي بدأ يتحدث بأن ينقل الجهاد إلى فلسطين وآخرون لا يريدون ذلك واختيل عبدالله عزام واتهم فيه أسامة بن لادن وبعد ذلك اكتشفوا على أن هذا الاتهام باطل بمعنى ما أريد أن أقوله وعلى أن الأجهزة والدول التي كانت تدعمهم هي التي صفتهم واختالتهم وحالة أن توقع بينهم حاولت أن توقع بينهم باتهمة أسامة باختيال عبدالله عزام من أجل تدمير الحاجة سيداني سقاش أنا فهمت من كلامك أن ما يجري في الشمال السوري متوافق عليه متفاهم عليه وإن كان ليس اتفاقا متوافق عليه وهذا السيناريو نعم الدعم لن يكون بقوة حتى درعي الفرات لأنه ما مطلوب تنتصر على النصرة المطلوب تصفيق الجميع السيناريو الذي أنا أسأل عنه اليوم ليس هو هذا التوافق هل أن التصفية النهائية ستكون فقط على أيدي الجيش العربي السوري والقوات الروسية معه أم أنه سيكون هناك مثالسة أن تركيا أيضا تظهر قوة ما في مواجهة النصرة لكي نخرج في نهاية المعركة بسيناريو يقول أن الذي قضى على الحالة المسلحة والإرهاب في سوريا في شمال سوريا على الأقل هو تركيا وروسيا وسوريا ويكون هذا مدخل لتفاهمات إقليمية تركيا إذا لم تفعل ذلك سيتم الانتصار في شمال سوريا على المجموعات المسلعة دون أن تأخذ ما تريد ولكن أعتقد على أن من الزكاء لها أن تكون مشاركة وكما وجدتها ذهبت إلى سوتشي وذهبت إلى أستانا وانتقلت من معسكر سعودي أمريكي إسرائيلي قطري ضد سوريا إلى معسكر تقريبا روسي إيراني للمساعدة في الحل في سوريا إذا ذهبت إلى آخر الطريق تحت هذه العنوين ستكون شريكة في المعركة المسلعة حتما في هذا الملف أيضا ضيوفي ومشاهدين طيلة سنوات الأزمة في سوريا شهدت صفوف الفصائل مسلحة خلافات وصلت إلى حد الاقتتال عند تمرات يعود ذلك في الأساس إلى اختلاف ولاءات هذه الفصائل هذا تقرير لهبط الله بيطار لا مغالاة في القول إن المعارضة السورية فشلت فشلا ذريعا بتقديم نفسها ككيان موحد ولو لمرة واحدة ينسحب ذلك على المعارضة السياسية والمسلحة منذ بداية الأزمة في عام 2011 والانقسام والاقتتال يشقان صفوف المعارضة ولعل السبب الأبرز لذلك هو اختلاف الولاءات واجهات التمويل وتحديدا بالنسبة للفصائل المسلحة فلم تكن هذه المجموعات سوى أدوات في أيدي دول عربية وإقليمية وغربية تنفذ أجنداتها وتأتمر بقراراتها وعند تفجر الخلافات بين هذه الدول كانت الفصائل المسلحة تدفع ثمن الصراعات فتبدأ المعارك والهجمات المتبادلة في محاولة لفرض الحضور وبسط النفوذ وإثبات القوة والقضاء على الآخر ما عزز الانقسام في صفوف الفصائل المسلحة هو اختلاف الرؤى والمشاريع واعتماد النهج الإقصائي لتكون بذلك المعارك دموية يذهب ضحيتها المقاتلون الذين تجمعهم معارضة الدولة السورية وتفرقهم أطماعهم وولاءاتهم ذلك كله أثر على نحو أساسي في إضعاف المجموعات المسلحة وصبى في صالح الجيش السوري وحلفائه الذين حافظوا في المقابل على علاقة بين قوى المحور تتسم بوحدة الصف وتصل إلى التكامل على مختلف الجبهات والأصعدة تكامل أثمر نتائج ميدانية وسياسية يعترف بها أعداء سوريا قبل أصدقائها وهي النتائج التي تقود سوريا في طريق عودتها إلى موقعها الإقليمي والعربي والدولي سيد ايمان سامير في القاهرة الانفتاح العربي على دمشق والخليجي بوجه التحديد طرح نظرية أريد أن أخذ رأيك فيها أو مدى واقعيتها وإذا كان لها علاقة مباشرة بما يجري في الشمال السوري من تطورات هناك نظرية أو قراءة تقول بأن الانفتاح العربي على سوريا والخليجي تحديدا يستهدف بالدرجة الأولى تركيا في الشمال وبالتالي الوقوف مع دمشق في حلف واحد لمواجهة تركيا هذه أولوية بعض الدول وعلى رأسها السعودية وبالتالي ما يجري حاليا في الشمال هو استباق لأي تحركات لأي حلفاء لهذه الدول على الأرض أو أدوات بالوكالة لهذه الدول على الأرض يمكن أن تضر بتركيا هل توافق على هذه القراءة؟ أنا في تصور غالبية الدول العربية بتنطلق من مصلحة عربية وبتنطلق من تصحيح الخطأ في نوفمبر 2011 عندما تم بتجميد عوضية سوريا في الجامعة العربية هذا كان خطأا بشع خطأ في اعتقادي لا يغتفر كل من شارك في هذا القرار أنا في اعتقادي بينه وبين نفسه يشعر بمدى النادم ومدى الخطأ في هذا القرار الدول العربية في غالبياتها في اعتقادي بتحاول أن تصوب هذا الخطأ بإعادة العلاقات مرة أخرى مع الدولة السورية بفتح السفارات سوريا لديها بفتح مطاراتها أمام الخطوط الجوية السورية هذا من كل الدول العربية بداية من دول الخليج حتى دول المغرب العربي أنا في اعتقادي هذا محمود لكن أيضا يرافق هذا وجود خطر حقيقي من تركيا في اعتقادي الخطر التركي ليس فقط على شمال السوريا لكن أيضا على شمال العراق وهناك خطة ممنهجة واضحة ومعروفة لدى تركيا تريد أن تلغي اتفاقية لوزان عام 2023 هي تقول عام 2023 سوف تمر مئة عام على اتفاقية لوزان التي وضعت الحدود ما بين تركيا وما بين سوريا والعراق وباقي الدول مثل قبرص واليونان وغيرها وبالتالي هذا العمل العربي هو درءا للخطر لأن عندما تسيطر تركيا على شمال سوريا وعلى شمال العراق حتى بعشيقة بعمل 250 كم عندما تضع تركيا ما يسمى بالليرة الموصلية في الميزانية التركية بمعنى أنها لديها أطماع واضحة بالاحتلال والبقاء ليس فقط بالزهاب وقتال الأكراد والعودة مرة أخرى كما تدعي كل هذه الأخطار المحدقة بالأمن القوم العربي يجعل الدول العربية لا بد أن تتحرك وتتحرك بسرعة لعودة سوريا وتمكن الدولة السورية من كل الأراضي السورية حتى لا يكون هناك فراغ لتركيا أو لغير تركيا بالتأكيد الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا يعني سرع بهذا الأمر بالتأكيد بعض الدول العربية شعرت بأن هناك مخاطر حقيقية على المشروع العربي الذي غاب خلال الفترة الماضية وسمح بالتدخلات الإقليمية وفي مقدماتها الأطماع التركية وبالتالي في اعتقادي العقلاء في العالم العربي بدأوا يتحركوا على هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك أنا في اعتقادي هو سقوط مشروع ما سمي بالربيع العربي سقوط مشروع جماعة الإخوان المسلمين بقيام خلافة عابرة للحدود بين الدول العربية وأسقاط الحدود وأسقاط الدول وأسقاط الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية والجيوش العربية في سبيل تحقيق هذا المشروع إسقاط هذا المشروع وتأكد الدول العربية التي دعمت هذا المشروع في وقت ما أو لم تقف ضده في وقت ما هذه الدول الآن تحاول أن تصحع هذا الخطأ يضاف إلى ذلك أيضا هناك مكاسب هناك مغانم عادة الإعمار في سوريا أنا في اعتقادي قد يساعد الشركات العربية بالعمل في سوريا بشكل كبير للغاية يعيد لهذه الدول دور مهم جدا ما يهمنا هنا أستاذ أيمن هو مدى إمكانية أن يكون هناك دور لهذا الصراع أو التنافس أو انعكاس لسوء العلاقة حاليا بين تركيا والسعودية على خلفية مقتل خاشقجي بإن كان هناك تأثيرات لهذه الدول فيما يجري حاليا في الشمال أو هي تسعى لأن تقوم بذلك وتخطط له بجدية أستاذ أنيس شو رأيك؟ ما هو رأيك بهذا البعد في المشهد؟ أنا رأيي أن التحول سبق اقتل خاشقجي بعدة أشهر أولا عندما اكتشفوا على أن إسقاط الدولة السورية صار مستحيل وعلى أن استمرار هذا الصراع دون عودتهم إلى سوريا والتفاهم مع سوريا قد يشكل خطر على مستقبل بلادهم بمعنى أنه من يدخل معركة ويطلع منها خسران مئة بالمئة من الأفضل له أن يحب من خسارته فيخسر على الأقل أتحدث عن عنوان الدخول الحالي بعد مقتل خاشقجي عنوان الدخول بعد مقتل خاشقجي والذي تسبب بأزمة بين السعودية وتركيا أدى إلى قول مصادر دبلوماسية علنية أن نعود إلى سوريا لمواجهة تركيا وإيران هلأ إيران قصة أخرى ولكن تركيا أين سيواجهونها لتركيا إلا إذا دعموا موقف سوريا في الشمال هذا أستاذ كمال نعم هذا أستاذ كمال التبرير يعني عندما يهزم وحد يريد أن يتراجع لا يقول أنا هزمت يقول أنا مستمر بمعركة أخرى بمعركة التصدي لتركيا ومعركة التصدي لإيران وهذا مستحيل ليس لأنهم لا يريدوا أن يردوا تركيا لأنه عندهم مشاكل مع تركيا في الإمارات وفي السعودية وفي أماكن أخرى أكيد ليس من مسألة الخاشقجي مصر عندها مشكلة مع تركيا لأنها حاضنة للإخوان المسلمين إعلاميا سياسيا أمنيا استخباراتيا عسكريا في ليبيا تركيا متورطة ما زالت بتزويد الأسلحة هذا كله نفهمه لأن هناك صراع بين بعين الدول العربية وتركيا ولكن التحول باتجاه سوريا سبق اغتيال الخاشقجي واتر الأوضاع بشكل أوسع السؤال المهم ليس هنا استدارة العرب لا يمكن أن تتم لا على عنوان واحد ولا يتفقوا على برنامج واحد ولا يمكن أن يكون لهم استراتيجية واحدة مع سوريا كل هذه التكتيكات يمكن لانتقاما من دور لتركيا في مكان ما يؤيدون سوريا فيها وسوريا ترحب لأنها تستفيد من ذلك ولكن في آخر المطاف السؤال الجوهري دائما استاذ كمال لكل هذه المعمعة في هذه المنطقة هو فلسطين هل يتفق العرب على فلسطين؟ اليوم أبو مازل ما عاد متفق على فلسطين مع المقاومة الفلسطينية هذه الدول العربية لا تستطيع أن تكون في رفس المربع مع سوريا على مسألة المقاومة لا تستطيع أن تكون على نفس المربع مع سوريا على نفس مسألة الوحدة بين العرب والوحدة الإقليمية وفي المنطقة وبالتالي يتقدمون خطوات منكاية في تركيا أو محاولة إعلامية في مواجهة إيران هذا نوع من التكتيكات التي لا تؤدي لنتائج استراتيجية في المنطقة قد تستفيد منها سوريا لا أقول لا ولكن ليست هي جوهر الموضوع بالآخر العرب اليوم هم في ورطة هم في ورطة صرفوا مئات المليارات وما زال يصرفون في حرب اليمن وغيرها على معارك جانبية التي تؤدي إلى تدمير فقط المقاومات العربية طب هنا أريد أن أسأل وبالتالي أسأل من ناحية أخرى مسألة الصراع مع تركيا محدودة جدا في هذه المسألة هذا فيما يتعلق بالتأثير العربي إن كان هناك فعلا نوع من الإرادة العربية الجدية أو الخطط العربية الجدية في موضوع الانفتاح أو من بوابة الانفتاح لمواجهة تركيا وإن كان هناك أي تأثيرات لهذه الدول فيما يجري في الشمال السوري ولكن تلاحظ أستاذ أنيس بأن ما يحصل بإدلب الآن غطى على مشهد ساخن آخر في شرق الفرات حاليا هل تجد ثمت علاقة بين اشتعال المعارك في إدلب وأرياف الشمال وبين الموقف الحرج الذي كان بالنسبة للأطراف فيما يتعلق بشرق الفرات بالطبع هناك علاقة يعني آخر زيارة للوفد التركي إلى موسكو بماذا ووجهوا ووجهوا بأنه نحن لن نسمح لك بأن يكون لك أي دور لكيرترتاح من الورقاء الكردية إذا لم تساعدنا بما وعدت به وبأسرع وقت ممكن في مسألة إدلب ونحن نشاهد اليوم كيف يساعد في مسألة إدلب كما شرحت لك المسألة الكردية لا يصمت طر التركي باعتقاد أن يدخل معركة عسكرية لا الكرد يريدها ولا التركي يريدها ولا السوري يريدها وبالتالي المخرج الأفضل هو أنه بشكل ضمني وليس بشكل علني الأكراد يتفقون مع دماشق ودماشق تدافع عن حدودها الدولية عندها يكون هناك مبرر لأردوغان بعدم دخول هذه المعركة مع الأكراد لأنه لم يعد هناك ظاهرة كردية أمنية عسكرية لحكم ذاتي في شمال سوريا يهدد خارطة المنطقة وليس فقط خارطة تركية وبالتالي هذا المخرج هو الذي بحث في موسكو وهو الذي ينفذ اليوم وكل طرف يعود إلى المرجع الذي يجب أن ينفذ معه ما هو مطلوب منه وهذا ما سيكون باعتقاده ولذلك نعم هناك ترابط ولكن بمعنى على أن الحل يجب أن يكون شاملا ولذلك بحث هذا الموضوع وهو ينفذ اليوم طيب أنا سأخذ الفاصل إذا سمحت لي أستاذ أنيس ولن يكون هناك تدخل تركي باعتقادي لأنه قد سبقوهم بها إذا نفذ الاتفاق الكردي السوري سيكون هناك عدم مبرر لتركيا أبدا لدينا عنوان ثالث أستاذ أيمن وأستاذ أنيس يرتبط بما كنا نتحدث عنه لكن بعد الفاصل مباشرة لدي أيضا سؤال مرتبط بكل ما قدمناه من تحليل أو قراءات لما يجري في شمال وشمال شرق سوريا لنسأل عن مآلات ما يجري حاليا أو في نهاية المطاف كيف ستكون الصورة مشاهدينا فاصل ونعود مباشرة طحية من جديد مشاهدينا كشفت صحيفة الأهرام العربي أن الكثير من الدول العربية بما فيها دول خليجية تتجه للتوافق على إعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا وأن هذا الأمر سيطرح في اجتماع مجلس المندوبين في الجامعة العربية الذي يعقد غدا الأحد هذا تقرير لمريم عثمان لن يبقى هذا المقعد شاغرا كما كان عليه على مدار سبع سنوات مضت كل الدول العربية يبدو أنها أجمعت على عجزها عن إيجاد من يملأ مكان سوريا في جامعة الدول العربية مسألة وقت باتت عودة سوريا إلى مقعدها التطورات الميدانية التي شهدتها السحة السورية أنتجت واقعا لم تستطع الدول العربية تجاهله إذ بعد أكثر من سبع سنوات عجاف تتجه الكثير من الدول العربية بما فيها دول خليجية للتوافق على إعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا مصادر للميادين أكدت أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيسمح هذا الأحد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وسوريا مؤشرة إلى أن الموقف ليس موحدا تجاه تاريخ عودة سوريا إلى مقعدها ما تؤكده هذه المصادر يتقطع مع مقالته صحيفة الأهرام العربي المصرية ولا يعد مفاجئا إذ أن العودة العربية باتجاه سوريا جرت تمهيد لها منذ أشهر إن في المواقف العربية الأخيرة أو في الخطوات التي اتخذت تجاه سوريا وهو تقارب انتلقت شرارته الأولى في اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البحرين وسوريا في نيويورك والذي لربما جست عبره الدول الخليجية نبض سوريا تجاهها ما سأت تحسين العلاقات مع سوريا تجلى واضحا بإعادة الإمارات فتح سفرتها في دمشق فضلا عن تأكيد البحرين أن العمل في بعثتها في سوريا مستمر والإعلان في الكويت عن قرب فتح سفرتها في دمشق وقبلهما زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق والزيارة التي يحكى عنها للرئيس الموريتاني إلى سوريا وما عقب ذلك من كشف لمصادر صحافية أجنبية عن وسطة عراقية لإعادة العلاقات بين قطر وسوريا عودة إلى ضيوفي من جديد حول هذا العنوان أستاذ أيمن سمير للأمانة المهنية والدقة هنا أنت أول من تحدث أو كشف عن هذا الموضوع في صحيفة الأهرام العربي فيما يتعلق بهذا الاجتماع وهذه التحركات وكيف سيكون مضمون هذا الاجتماع وبعد ذلك مكتب الميادين في القاهرة أكد هذه الأنباء بعد أن تواصل مع أكثر من مصدر دبلوماسي وسياسي وبالتالي على أي أسس استقيت هذه المعلومات وهل يمكن أن تعطينا تفاصيل إضافية أيضا حول هذا الموضوع في الحقيقة قصة هذا التقرير كانت في أحدى الفعاليات الخاصة بالسفرات الأجنبية وكان هناك عدد كبير جدا من سفراء الدول العربية المعتمدين في الجامعة العربية وفي هذه الليلة كان هناك تصريح لوكيل وزارة الخارجية الكويتية قال فيه نحن نريد أن نعيد العلاقات مع سوريا لكن هناك قرار جماعي من الجامعة العربية بتجميل أضوية سوريا وبالتالي كان يتحدث خالد الجارالة أن الكويت تريد قرار من الجامعة العربية حتى تعيد العلاقة بشكل كامل مع سوريا السفراء العرب كانوا يتحدثون في هذه النقطة وقالوا متى يتم طرح هذه النقطة توافق الجامعة على أن اجتماع جامعة الدول العربية يوم 6 يناير يفترض كان غدا لكن الجامعة أجلت هذا الاجتماع على يوم الأربعاء القادم قالوا يوم السادس من يناير هو أفضل يوم يمكن أن نتناقش في هذا الأمر وتحدث كل السفراء من خلال علاقتهم وحدثهم مع زملائهم مندوب الدول العربية في الجامعة العربية أن هناك فريقين الفريق الأول يقول أن نأخذ الأمر على مرحلتين المرحلة الأولى أن تسمح الجامعة العربية للدول العربية بإعادة علاقتها مع سوريا ثم أن هذا الأمر قد يحدث في شهر يناير أو حتى قبل القمة الاقتصادية في 20 يناير في بيروت الخطوة التالية هي عودة سوريا إلى مقاعدها في الجامعة العربية وقالوا هذا الأمر لا يمكن أن يكون بين يدي المندوبين الدائمين أو حتى وزراء الخارجية أو حتى في القمة الاقتصادية في بيروت وأن الأفضل أن يكون هذا الأمر بين يدي الزعماء العرب في شهر مارس القادم لكنهم أيضا قالوا أنه لا يوجد أي اتفاق بشكل عام بين كل الدول العربية على الصيغة أو على كيفية الحركة لإعادة سوريا مرة أخرى إلى مقاعدها في الجامعة العربية وتحدثوا عن دولة قطر باعتبارها أنها هي الدولة الوحيدة ربما في كل الدول العربية التي ليس لديها نية واضحة أو نية معلنة أو لم يتحدثوا مع مندوبها حول هذا الأمر لمعرفة رأي قطر في عودة سوريا إلى الجامعة العربية وقالوا أن كل الكتل في الجامعة العربية سواء كتلة المشرق العربي أو الدول الخليجية أو حتى دول المغرب العربي الجامعة متفق أن عودة سوريا مسألة وقت وأنما كلما عادت سوريا بسرعة إلى الجامعة العربية كلما كانت الأثار السلبية لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لكن في هنا مسألة إجرائية أستاذ أيمان تقل بشكل كبير بما أن الحديث عن اختلاف في وجهات النظر كيف تعود سوريا للجامعة العربية حسب ما أذكر قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لم يكن صادرا عن قمة عربية يعني هو لم يصدر عن قمة عربية وبالتالي يمكن أخذ القرار عودة المقعد إلى سوريا دون قرار يعني لا يحتاج إلى قرار قمة عربية ليعود المقعد لأنه لا يعني لستمت لكن حسب ما أذكر بأن أخذ القرار خلال اجتماع من دوبين أو اجتماع وزراء خارجية يعني ليس لدي تقريبا وزراء خارجية وزراء خارجية وبالتالي ربما لا يحتاج هذا إلى قرار قمة تونس تفسيري صح؟ صحيح صحيح القرار تأخذ أثناء اجتماع لوزراء خارجية وبالتالي أنا في اعتقادي يمكن لمجلس الجامعة على أي مستوى سواء كانوا على مستوى المندوبين أو زراء خارجية أو القمة أن يتخذوا مثل هذا القرار لكن يعني طبقا للحديث مع أكثر من سفير من مندوب الدول العربية في الجامعة كلهم يتحدثوا قالوا هذا قرار كبير وقرار مهم وربما يعني إعطاؤه أو تأجيله حتى مارس وهي الموعد الذي سوف تعقد فيه القمة العربية القادمة يعطي القمة نوع من الزخم ويعطي حتى الدولة المستضيفة نوع من الزخم هذا ما يتم التفكير لكن فكرة أن عودة سوريا للجامعة العربية الجامعية يتحدث أنها عملية محسومة وعملية تجاوزها الوقت وأن الإسراع فيها عملية مهمة مهمة عربية ومهمة وطنية وأن الإبطاء في هذا الأمر لم يعد مقبولا لا من الشعوب العربية ولا حتى من الحكومات العربية التي أدركت أن عودة سوريا هي مهمة للأمن القوم العربي وللأمن القومي لكل دولة قطرية سمح لي أسأل أيضا أستاذ أنيس والتنسيق مع الحكومة السورية إذا سمحت أستاذ أيمن أن تقل إلى طهران تفسيرك أستاذ النقاش حول هذه السرعة عندما فتحت سفارة الإمارات عندما جاء الرئيس عمر حسن البشير البعض طرح سؤالا كعنوان هل ما يجري هو اختراقات فردية أم قرار عربي جامع هل أصبح لديك جواب فعلا واضح لهذا السؤال بعد ما سمعناه من معطيات؟ لا هو قرار جامع ولكن بسرعات مختلفة يعني بعض الدول لديه قدرة على التحرك كما الإمارات لأن علاقاتها لم تكن بهذا السوء مع سوريا ولم تنقطع أبدا طوال هذه الأزمة وبعض الدول لديها صعوبة بأن تعود بهذه السرعة أما من حيث المبدأ أنا أعتقد أنه منذ لقاء ساذ وليد المعلم مع وزير خارجية البحرين كانت هي العلامة الفارقة وثم لاحقتها تصريحات من موسكو عند زيارة بعض المسؤولين العرب لموسكو أن هذه المسألة يجب أن تكون بهذا الشكل وهنا بدأت التحركات بهذا الاتجاه روسيا عملت كثيرا على هذا الموضوع مصر كان لها دور أساسي في هذا الموضوع أولا لأنه يهمها في الأمن القومي المصري ثم لأنها تريد أن تعيد التوازن للإقليم بعد كما تحدثنا عن التدخل التركي سابقا وبالتالي هذا قرار جماعي ولكن كل دولة لديها تقديراتها الدولة الوحيدة اليوم المحاصرة والمحاصرة ليس فقط في المسألة السورية بل بمسألة مجلس تعامل الخليجي أيضا في الخليج نفسه هي قطر لديها أزمة يعني دولة قطر تستطيع أن تضع فيتو على عدم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهي مطروضة تقريبا محاصرة من إخوانها في مجلس تعاون الخليجي وعندما تدعى إلى مؤتمر كمة مجلس تعاون تدعى بخجل وبدون فعالية فالمسألة أصبحت كاريكاتورية بهذا الموضوع العرب كلهم يجب أن يعودوا إلى سوريا أنا أقول ليس من منطلق فشل المؤامر على سوريا بل منطلق تقييم واقع يجب أن يعترفوا فيه ولو أنه سيكون صعب جدا 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 عليهم جميعا وليس واحد أو اثنين منهم على أن محور المقاومة انتصر في هذه المعركة وعلى أن مستقبل الصراع ومستقبل المعادلات هو بيد محور المقاومة فلا داعي من التكتيكات الهزيلة وتبويس اللحة واجتماعات دول عربية من هنا هناك أو جامع عربية دول هناك إذا لم تضع في حسابه على أن محور المقاومة سيحسم القضية الأساسية فلسطين في قريب العاجل جدا وليس كما يتصورون لكن بالمقابل لأستاذ نيس تعود الدول العربية إلى سوريا وبالتالي هذه المعادلة التي يتعامل معها في سوريا تعود العلاقات العربية إلى سوريا في الوقت العالم العربي على ذكر قطر يعني العالم العربي يشهد انقسام ومحاور وتصدعات يعني العرب ليسوا كتلة واحدة منسجمة وأتوا إلى دمشق ليعيدوها إلى هذا التماسك وبالتالي هذا التجاذب في العالم العربي والتجاذب بين العالم العربي والأقليم كيف سينعكس على دمشق هل تعتقد أن دمشق مضطرة للتوازن لإيجاد توازن بين هذه الاختلافات أو التناقضات أبدا أبدا سوريا أنا تقديري وهذا يعود للقيادة السورية ولكن تقديري على أن سوريا لن تلعب لعبة التوازن سوريا لديها القدرة اليوم كدولة منتصرة وهازمة للحرب الكونية عليها والتي شارك فيها معظم هذه الدول التي نتحدث عنها من دول عربية أن تكون نازم وليس متوازن هي تستطيع أن تفرض شروط على من يقبلها أن يقبلها ومن يرفضها فيذهب هو وينعزل وبالتالي ليس المطلوب توازن بين قوى الممعروفة أولا يجب أن نشرح ما هي أدوارهم أول دور أساسي كان لهم هو أن يتبعوا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة وهذا يجب أن يتوبوا عليه ولو أنه صعب جدا أن يبعدوا عن المشروع الأمريكي الصهيوني ثانيا أن دول صغرى تتنطح لأدوار عالمية وإقليمية بهذا الحجم كما فعلت قطر أو تفعل حتى السعودية ليس لها حق أن تلعب يعني كثرة الأموال لا تعطيك الدور القومي والإقليمي بحجم أن تتنطح لسوريا بلد الحضارات وبلد قلب العروبة النابد من أنت حتى تستطيع أن تقرر إسقاط المشرك بهذه اللعبة وأنت تعرف أن سوريا لديها حلفاء إقليميين ودولين بهذه القوة هذه المراجعة التي يجب أن يراجعوها الدول العربية ولو أنني شخصيا لا أعتقد على أنهم قادرون عليها ولا أنهم قادرون على اتخاذ قرار بهذه الجراء ولكن بالتأكيد سوريا لن تكون متوازنة بين القوة لكي ترعب على تناقضاتهم بل ستتجرأ وتكون كما يجب أن تكون نازمة للموازين القوة في المنطقة وتقول هذا ما تريده سوريا وتشكل جبهتها من حوليها وقدراتها من حوليها لتكون هي الورقة الضاغطة على مسار الأمور بعد أن كانت الورقة الضاغطة سابقا هي بأيدي البتردولار المسخر لخدمة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية هذا كله فشل في لعبة المحاور وتقسيماتها سيشتركوا في المستقبل مع نفس محور المقاومة الذي ينظم الصراع في المحاور سيد أيمان سمير في القاهرة في موضوع تقسيمات المنطقة إلى محاور واضح فيه هناك ما يشبه تحالف قطري تركي هناك تنسيق وتحالف سعودي مصري إماراتي وفي محور آخر إيراني سوري ينسق حاليا مع روسيا يمكن هذا هو شكل الخارطة السياسية من تحالفات وقوى ومراكز قوى في المنطقة مع هذا التقارب وهذه التغييرات هل تعتقد أن محور قطر تركيا في وضع حرج أو هناك نوع من خروج بعض الأطراف الإقليمية من الأزمة السورية أسرع من غيرها بينما الآخرين وجدوا أنفسهم لوحدهم بعد أن كان التنسيق مشترك بين كل هذه الأطراف في سوريا ماذا سيبنى عليه من تحالفات وتأثيرات في سوريا والإقليم بناء على هذه التقسيمات أو هذه الافتراضات التي طرحتها الآن أولا بالنسبة لمحور قطر تركيا يضف إليه جماعة الإخوان المسلمين هؤلاء عملوا في كل المنطقة عملوا في سوريا عملوا في مصر قبل 2013 ما زالوا يعملوا في ليبيا كل الجماعات والمجموعات المتطرفة والظلمية خرجت من رحم هؤلاء من جماعة الإخوان المسلمين فكرا ومن قطر تمويلا ودعما ولوجيسيات أنا في اعتقادي هذا المحور خسر بشكل كبير جدا قطر وتركيا وجماعة الإخوان خسروا بدليل أنه كانت منطقة ولم يكن مشروعا بتاتا لنهضة هذه المنطقة وللأسف وقعوا في هذا الفقر شكرا جزيلا لك أشكك في وعيهم ولا أشكك في نواياهم ولكن يجب أن يعترفوا على أنهم كانوا مضروبين بهذا الوعي أستاذ نيس النقاش منسق شبكة أمال البحوث والدراسات الاستراتيجية من طهران شكرا جزيلا لك كل شكر أستاذ أيمن سمير رئيس تحليل صحيفة السياسة المصرية كنت معنا مباشرة من القاهرة والمسائية انتهت في ختامها تذكير بعناوين هذا الملف جبهة النصرة توسع سيطرتها شمال سوريا على حساب المجموعات المسلحة فهل ينجح الجولاني في التفرد بالقرار السياسي للمجموعات المسلحة العملية العسكرية لجبهة النصرة شمال سوريا تحرج أنقرة فكيف ستتصرف القوات التركية في مواجهة التنظيم المصنف أمميا بالأرهاب أول عودة العربية الكاملة إلى سوريا تبحث عن سبيل يخفف أحراجها فهل تتقرر عودة دمشق لجامعة الدول العربية قبل القمة الاقتصادية في بيروت لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسبانية ترجمة نانسي قنقر